اشتركوا في القناة والبدر يرفض ضم مدافع في يناير انني مهدد بالغياب عن مواجهة المغرب اهلا بكم جددا والى التفاصيل استقرت اللجنة المنظمة لكاس السوبر الاماراتي على تباعة 31 الف تسكرة لمباراة الاهل والزمالك والمقرر لها يوم 10 فبراير المقبل بالعاصمة الاماراتية ابو طبي واشار محمد كامر رئيس شركة بريزنتيشن الرعية لاتحاد الكورة ان المباراة ستقام عفوا بموعدها ولن تتأجل في حال تأهل منتخب مصر لنهائي كاس الام الافريقية بالجابون يوم 15 فبراير المقبل واوضح ان اللقاء السوبر سيقام بملعب محمد بن زايد ساعته 41 الف متفرج وسيتم تخصيص 7000 مقعد لرجال الامن واكد ان عملية بيع التذاكر بدأت بشكل تجريبي يوم الاربعاء الماضي لافتا الى ان هناك اقبال كبير على شراء التذاكر والتي تم طرحها بنفس اسعار العام الماضي واختتم رئيس الشركة الرعية لاتحاد الكورة التذاكر تتراوح اسعارها بين 75 لألف درهم موزعة الى 5 فئات اعلن محمد كامر رئيس شركة بريزنتيشن سبورت انه تم بيع 15 الف تذاكر حتى الان لمباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك ومن المقرر ان تقام المباراة يوم 10 فبراير المقبل بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الاماراتية يوم عفوا بين بطالي الدوري والكاس بين الاهلي والزمالك وقال كامل خلال المؤتمر الصحفي والذي اقيم بملعب المباراة بابو ضبي للاعلان عن اللقاء انه تم بيع 15 الف تذاكر حتى الان قال محمد كامر رئيس شركة بريزنتيشن سبورت ان مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك ستقام في موعدها ولا نهي لتأجيلها وتقام المباراة بين الاهلي والزمالك بطالي الدوري والكاس يوم 10 فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد بابو ضبي بالامارات واكد كامل ان السوبر سيقام في موعده وان ما تردد عن تأجيله بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة امم افريقيا والمقامة حالية بالجابون غير صحيح وتابع رئيس شركة بريزنتيشن ان السوبر سيقام في السادسة مساء يوم 10 فبراير المقبل على استاذ محمد بن زايد من العاصمة الاماراتية ابو ضبي نعود الى النادي الاهلي حيث اكد عصام سراج مدير التصفيق والتعاقدات بالنادي الاهلي ان عقد الافواري كوليبالي مهاجم الفريق الجديد كان يمتد مع ناديه الاسكتلندي حتى عام 2019 مشددا على انه لا صحة لانتهاء العقد بعد 6 اشهر فقط وقال سراج ان ادارة الاهلي تسعى جاهدة لتدعيم صفوف الفريق بافضل اللاعبين باقل تكلفة ممكنة مضيفا ان تلك الاشاعات لن تقلل من عزيمتنا في استكمال عملنا بالشكل الامتل نفى مسؤولون النادي الاهلي حالة الدكتورة عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الاهلي للتحقيق بسبب صفقة الافواري سليماني كوليبالي وضم الاهلي اللاعب الافواري من فريق كليمارنوك الاسكتلندي لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وترددت انباء عن تحويل سراج لتحقيق بسبب دفع الاهلي 750 الف يورو لشراء كوليبالي رغم ان عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري واكد مسؤولو الاهلي انه لا نية لتحويل سراج للتحقيق خاصة ان كوليبالي عقده ممتد مع كليمارنوك الاسكتلندي حتى عام 2019 رفض حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي فكرة التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتمسك البدري بضم لاعب في الخط الهجومي لحاجة الفريق الى دعم هذا المركز واكد البدري لمجلس الادارة انه لا يحتاج للتعاقد مع مدافع الان وان الاولوية لضم لاعب وسط هجومي خاصة ان الاهلي يتبقى له مكان واحد فقط في القائمة بعد عودة نظام الاستبدال قرر الجهاز الفني للاهلي منح رباعي الفريق محمد نجيب وحسام عشور ومؤمن زكريا وعمر جمال راحة لمدة 48 ساعة عقب المشاركة مع المنتخب العسكري في بطولة العالم والتي اختتمت امس بسلطنة عمان بسبب الاجهاد ويعود منتخب مصر العسكري من عمان مساء اليوم الاحد بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة ويحصل اللاعبون الاربع على راحة بسبب الاجهاد وينتظمون بعدها في التدريبات تمهيدا للسفر مع الاهلي للامارات لإقامة معسكر بها استعدادا للسوبر المحلي امام الزمالك يوم عشرة فبراير المقبل بالامارات انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي في تدريبات فريقه بداية من امس السفت بعد غيابه عن التدريبات طوال الاسبوع الماضي بسبب استدعائه لاداء الخدمة العسكرية في مدينة الاسكندرية ونجحت جهود سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالاهل في عودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق وتحاول إدارة النادي في انهاء الامر بشكل كامل حتى يتمكن الحارس الدولي من السفر مع الفريق للمشاركة في معسكر الامارات استعدادا للسوبر المصري يسعد الفريق الاول لكرة الطائرة سيدات بن نادي الاهلي بقيادة الكابتن حمدي الصوفي المدير الفني للفريق لخوض مباراته الاولى في بطولة كاس مصر والمقرر لها غدا مع فريق نادي الصيد على صالة الاخير في 6 اكتوبر يذكر ان الفريق انهاء الدور الاول من بطولة الدوري العموي بالفوز في جميع المباريات والتي خاضها ليتصدر الترتيب بجدول الدوري للكرة الطائرة يعقد المكتب التنفيذي للنادي الاهلي برئاسة كامل زاهر امين الصندوق اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة العديد من الامور المهمة وعلى رأسها تنظيم النادي الاهلي للبطولة الافريقية للسلة رجال رقم 32 والتي تقام في اواخر شهر نوفمبر واوائل ديسمبر 2017 كما يناقش المكتب التنفيذي تنظيم النادي الاهلي للبطولة الافريقية للسلة سيدات والتي تقام في شهري اكتوبر ونوفمبر للعام 2017 ويناقش ايضا المكتب التنفيذي مشاركة الفريق الاول للكرة الطائرة رجال في بطولة الافريقية والتي تقام في تونس يوم 15 ل28 مارس من العام 2017 وكذلك مشاركة فريق الكرة الطائرة زيدات في البطولة الافريقية والتي تقام في الفترة من الرابع حتى السابع عشر من ابريل القادم في تونس ويبحث المكتب التنفيذي في جلسة الغد ايضا العديد من الملفات الانشائية والادارية سواء في مقر النادي بالجزيرة او في فرعيه بمدينة نصر والشيخ زيد يلعب الفريق الاول لكرة السلة بالنادي الاهلي مع اسموحة في المباراة التي تجري حاليا في اطار الجولة الاولى من الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي من دور السوفر والتي تقام على اصالة الشباب والرياضة في ستة اكتوبر وكان الاهلي قد فاز على اسموحة والاتحاد وخسر من الجزيرة خلال البطولة المجمعة الاولى والتي انتهت الاسبوع الماضي والتي اقيمت بالاسكندرية توجهت الناشئات اليد بالنادي الاهلي موليد 2005-2006-2007 ببطولة الجمهورية الشتوية بعد سلسلة من العروض والنتائج المميزة والتي قدمتها فرق الناشئات خلال البطولة والتي استضافتها ملاعب نادي الشمس في الفترة من 26 ل28 يناير الجاري وتترأس الكابتن بيسا حسني جهاز الفني لفرق سيدات بالنادي وتضم الاجهزة الفنية الحاصلة على البطولة كل من كريم ابو الخير فادي احمد ابراهيم يوسف مدربين وشهدت البطولة الشتوية مشاركة 238 فريق من الاندية ومراكز الشباب وبحضور 1650 لعبة شاركنا في فعاليات البطولة للمزيد من التفاصيل تنضم الينا الان عبر الهاتف الكابتن بيسا حسني كابتن بيسا اهلا بيكي اهلا وسهلا كابتن بيسا في البداية الف بروق على البطولة الله يبارك فيكو الله يبارك فيكو هل كان التتويق صعب يا كابتن بيسا او الله هي بصي هي البطولة دي طبعا من اصعب البطولات اللي احنا بنلعبها في خلال الموسم هي بتبقى المفروض ان هي بتاسم اتنين جمهورية صيفية وجمهورية شتوية الصيفية بتتعمل في اسكندرية والجمهورية الشتوية بتتعمل في القاهرة الآن نادي الشمس استضافها احنا طبعا على طول كنا بنستضافها عندنا بس طبعا عشان الملعب انت اكيد عارفة احنا فيها تجددات وكذا فمش ما قامتش عندنا طبعا بشكر الاول نادي الشمس على استضافها لانه صراحة يعني انت نظيم كان اكثر من رائع وكانت حاجة يعني لو احد نحسش باي غربة في النادي يعني ناس محترمة جدا وعملين بطولة من ناحية تنظيمية عالية جدا وطبعا بشكرهم بالنسبة للفرق بتاعتنا في 2005 و2006 و2007 احنا اشتركنا في البطولة الصيفية الجمهورية في شهر 8 اللي فات كسبنا برضو اخدنا اول في 2007 واخدنا اول في 2006 واخدنا تاني في 2006 واول في 2005 و2007 فطبعا كانت البطولة دي من ناحية هي بطولة مجهدة شوية مجهدة لكل الناس يعني بالنسبة للعباية بالنسبة للجهاز الفني بالنسبة للأولياء الأمور لان هي بطولة بتقوم في 3 ايام طب بيبقى عليها ضغط عصبي عالي جدا وحمل عالي جدا على اللعبات وعلى اللعبة كمان مع الأولاد دلوقتي المشتركين النهاردة بدأوا فهي من البطولات اللي بتبقى بالنسبة لنا صعبة جدا في خلال السنة للمجهود الفضيع اللي فيها طبعا لان انت بتلعبي احنا بنلعب يعني مثلا احنا بنلعب 135 مباراة 3 فرق لعبوا 135 مباراة 2007 اشترك في البطولة 16 فريق لعبنا 54 مباراة 2006 اشترك 26 فريق لعبنا 84 مباراة 2005 اشترك 14 فريق لعبنا 45 مباراة هي متعبة بقى في ايه حضرتك هي متعبة في ان انت كل يوم بيوصلك لليوم اللي بعده لان هي بتبقى يعني بنظام مثلا اول يوم انت لازم بياخده اول مجميع لو خسرتي ماتش واحد انت بتطلعي تلعبي على مراكز متأخرة خلاص فكل يوم لازم تكسبي عشان تلعبي اليوم اللي بعده توصلي لحاجة اعلى لغاية ما بنوصل اخر يوم المربع بيبقى 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 زي دوري مجمع يعني دوري من دور واحد بكل الفرق تاني بتلعب الاربع فرق اللي بتلعبوا النهائي والحمد الله طبعا ربنا بيوفقنا بيبقى طبعا انت عافية بتبقى عملية متعبة جداً لان احنا بنلعب اكتر من موضش في نفس اليوم ولكن بالرغم من صحوبة العملية الا ان نادي الاهلي كابتن بيسا ومن الواضح جداً ان هو بيكلل التعب ده في الاخر بنجاح وبفوز طب كابتن بيسا ايه استدادت فرق السيدات للبطولات القادمة؟ والله بص احنا بس انا يعني انا كنت طبعا الفترة داية مركزة جداً في البطولة داية لانها بطولة مهمة جداً بالنسبة للبنات عندنا والنشئات لكن كل الفرق الثانية شغالة وكل الفرق الثانية بتتمرن احنا لسه عندنا بطولات كتير في الملعب احنا الحمد لله غير الثلاث بطولات دول احنا كنا واردين تسع بطولات اول البطولات اللي خلفت والثلاثة دول يبقى احنا كده احنا الحمد لله اخدنا اتناشر بطولة اول السنادي بالنسبة للقطاع السيدات كله بالنادي مش النشئات بس والكبار كمان اه في بطولات طبعا لسه موجودة في الملعب اه لسه مخلصتش فالنهاردة يعني احنا نبتدي بقى تاني نرجع للبطولات اللي لسه موجودة ونبتدي نشتغل تاني مع مش نبتدي نشتغل هم مشغالين يعني احنا موقفنات يعني بس طبعا كان كل التركيز اللي فات طبعا اه على البطولة ديت ان احنا لانها كانت مهمة ان احنا طبعا برضو نفضل مركزين فيها ان احنا نبقى اول فيها والحمد لله اه ربنا قرمنا وطبعا اه اه انا معايا جهاز جميل جدا و اه ناس اه يعني انت قلتوا اسامي المداربين الفرق بس بس بصراحة احنا الثلاث اليام انا كان معايا الجهاز كله كل الناس كانت موجودة كابتن محمد راضي اه كابتن ايمن كل مداربين الفرق كابتن اه محمد احمد حسن كل الجهاز كان موجود في الثلاث ايام معايا اه لان احنا طبعا كل فرق بتلعب على كل فرق بتلعب في مكانه بتلعب في ملعب مختلف فاحنا بخلص النطش ده بنجري على النطش اللي بعده وبنجري على الملعب التاني عشان الفرق التانية بيبقى عندها مباراة فطبعا لازم كلنا بنبقى موجودين وده مجهود الناس كلها مش مجهود اه نفر اه يعني مجهود جماعي بالضبط طيب كابتن بيسا نعم كابتن بيسا الهدف اللي النهاردة بيسعى اليه جهاز كورة اليد في النادي الاهلي الموسم ده لو قلتلك ايه الطموح للنهاردة بتتمني انت وفريق اللي موجود معاك واللي سميتيهم واللي اكيد مننا يعني كل الشكر وتمنياتنا ليهم بالتوفيق دايما ايه الهدف اللي تحب توصليله معاهم في نهاية الموسم والله يبص هو هدف شغلنا يعني انا من بشتغل من 27 سنة في النادي انا طول عمري الهدف اللي هو انت تفضلي بنفس المكانة بتاعت النادي الاهلي اه داخل مصر بالنسبة طبعا لكورة اليد سيدات ان هما يفضلوا متصدرين اللعبة ويبضلوا ابطال فيها والهدف ان انت تطلعي لعبات على مستوى عالي لفرق الدرجة الاولى عشان تكمل المسيرة لان احنا طبعا انت زي ما انت عارفة احنا الفترة اللي فاتت كرة اليد اساسا كاتحاد مفيش منتخبات مفيش الكلام ده فهي بتبقى من خلال النادي الاهلي احنا بنوصل الرسالة ان البنات موجودة وان البنات قادرة انها تلعب بطولات كبيرة وكده يعني انا كان مفروض الدرجة الاولى كنا طلبين ان احنا نطلع البطولة العربية في تونس بس طبعا للأسف التكلفة طلعت عالية قوي وفي نفس الوقت ملحقناش نوضب لها اكتر ان احنا نطلعها فان شاء الله هنطلع اللي بعديها ونحاول نوصل للوطن العربي كله والأفريقيا ان في بنات في مصر بتلعب كرة يده وبتلعب قائز جيدينه على مستوى عالي وفي ناس منهم مختلفين برا وان احنا مش اقل من اي سيدات في اي حتة في اي دولة عربية او في اي دولة افريقية ونرجع تاني للنشاط الدولي بتاعنا فانحنا بنحاول نعمله من خلال الاهلي لغاية ما الاتحاد ياخد قرار ان يبقى فيه منتخبات تاني او منتخب اول تاني لكرة اليد سيدات في مصر بس هو ده الهدف واحنا طبعا هدفنا في الاول وفي الاخر يعني سياستنا في النادي ان احنا بتشتغل باستمرار على الاول وبنشتغل على لساعد الناس يعني الناس الاهلوية تبقى مبسوطين وفعلا الناس بتدعب معنا يعني انا بشكر على فكرة يعني فاس انتو كلمتوني انا بشكر اوليها الامور اللي معايا من الساعة سبعة الصبح تنادي الشامس لغاية الساعة تمانية واليومين اللي فاتوا كان الجو مش برد كان مش يعني حاجة الجو اليومين اللي فاتوا كان غير طبيعي فطبعا الناس دي قاعدة من الساعة سبعة لغاية سبعة بالديل عشان تتفرج على ولادها فالناس دي محتاجين يعني مننا نحنا نقول لهم شكرا على انهم بيعملوا مجهود فضيع معنا والحمد لله ان في الاخر ربنا بيكرمنا بيوفقنا وطبعا هو شغل في الاخر احنا بنشتغل وفي الاخر توفيق بتاع ربنا الحمد لله يا ربنا اكيد الحمد لله كابتن بيسا كل التوفيق ليكي ولناشئات تنادي الاهلي والفريق والجهاز الفني كمان اللي معاكي وكل التوفيق ليكم ان شاء الله في حصد المزيد من البطولات الكابتن بيسا حسني رئيس الجهاز الفني لكرة رياد سيدات بالنادي الاهلي شكرا جزيلا لكي كنت معنا عبر الهاتف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنتخب المصري بمنظيره المغربي اليوم الأحد هي أهم مباراة في مشوار منتخب الفراعنة ببطولة كاس الأمم الأفريقية للعام 2017 بالجابون وقال أبو ريدا خلال الجلسة والتي عقدها مع لعبي المنتخب بالأمس أن المباراة تعتبر بطولة خاصة وهي أهم مباراة في المسابقة مشيرا إلى أن المنتخب المغربي قوي ومنظم للغاية وأشار أبو ريدا إلى أن ظروف مباراة اليوم أفضل بالنسبة للمنتخب المصري موضحا أن الفراعنة تعاود على أرضية ملعب بورت جنتل والذي يستضيف اللقاء على عكس المنتخب المغربي والذي تنقل من مدينة أويام إلى بورت جنتل كما أنه سيلعب لأول مرة على أستاذ بورت جنتل أصبح محمد النني لعب المنتخب الوطني لكرة القدم مهددا بالغياب عن لقاء مصر والمغرب المقرر اليوم في التاسعة مساء اليوم الأحد في الدور الثمانية لبطولة كاس الأمم الأفريقية بالجابون اشتكر النني من إجهاد عضلي قبل لقاء المرتقب أمام المغرب وقدم اعتذارا للجهاز الفني لعدم قدرته على المشاركة في المباراة وتعرض النني لانتقادات حدة بسبب أدائه المتواضع مع منتخب مصر في رقاءات الدور الأول لبطولة كاس الأمم الأفريقية رفض حاسم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة ورئيس بعثة منتخب مصر في الجابون اتهام اللاعب محمد النني نجم وسط الفراعنة وفريق أرسنل الإنجليزي بالهروب من لقاء المغرب مساء اليوم بدور الثمانية لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون وقال الهواري في تصريحات من الجابون أن النني مصاب واعتذاره عن عدم خوض لقاء المغرب يأتي بسبب شكواه من إصابة في عضلة السمانة وأوضح أن مسألة غضب النني من الانتقادات ضده ليست سبباً لاعتذاره كما أن اللاعب لو أراد عدم الانضمام لمنتخب من الأساس لاعتذر واستمر مع فريقه للمزيد من التفاصيل عن غياب النني اليوم وآخر تحضيرات الفراعنة للمواجهة المرتقبة مساء اليوم أمام المغرب ينضم إلينا عبر الهاتف من الجابون النقد الرياضي الأستاذ أحمد عبد الباصط أستاذ أحمد أهلا بيك أرس برحب بك ورحب بكل المشاهد في قناة الناد الآن أستاذ أحمد إي حقيقة غياب النني النهاردة؟ أرى الله حقيقة غياب النني نحن النهاردة يعرفنا أن محمد النني بيعاني من شد في عضلة السمانة وده كان من مبارح بالليل متأخر ولكن هم صبروا عليه حد الصبر وعملوا له أشعة على عضلة السمانة بحيث أن هم يستطمنوا هل يقدر ولا ما يقدرش أنه يلعب اللي أنا عايز أقوله بس أنني أقل الجهاز أنا ممكن ألعب ومعنديش مشكلة بأي حاجة وأنه هو مش ألعب أن المباراة ومش خايف ومش الناس اللي بتقول الكلام اللي عملت الناس عملت يكتب أنه أنني هرب وأنني مش لعب يعني أعتقد بحجم أنني لعب كل المبارات اللي فاتت وأنه يهرب من حاملة معمولة عليه أو الكلام ده لأنه لو كان من أنه هو عايز يهرب كان من الأولى الهروب في مبارات غانا الماضية نظرا لأنها كانت مباراة قوية وأصعب من مبارات المغرب بكل المكاييس يعني المنتخب جانا منتخب قوي ولكن هو اللعيب يشتكي فعلا وقال لهم أنا ممكن ألعب وقدر ألعب على رجلي ولكن كوبر بيخشى أنه هو يدفع بيه فبالتالي تتفاقم الإصابة ومحمد النني يبقى يخيب عنه بعد كده لقدر قائزة سعد المنتخب فبالتالي كوبر تفضل أنه هو يريح النني ولسه في حيرة من أمرنا هنا طبعا كوبر بيأخر التشكيل لأخر لحظة مين هيلعب ناحية الشمال وإن كان الأقرب أنه يلعب يعني عايز يدخل محمد عبدالشافي بالرغم أنه لسه لم يتعافى تماما بحيث أنه يتم الدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب وإذا لم يتم الدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب هيكون في مكانه ناحية الشمال ويتم الدفع بأحمد عبدالله السعيد في وسط الملعب وقدامه عمر ورد طيب أستاذ أحمد بأنك مرافق لبعتة المنتخب إي هي الأجواء قبل مواجهة المغرب طبعا المنتخب المصر مركز جدا للمباراة يعني زي كل مباراة قبل كده ولكن الأجواء مش تعلق أيها عند المنتخب المغربي الجالية المغربية هنا جديدة جدا الجابونيين بيشجعوا المغرب نظرا لغرب البلدين من بعض وإن هما فيه علاقات عمل واقتصاد من البلدين فبالتالي الجابونيين النهار بيشجعوا المغرب وبيأزروا الفريق قدام منتخبهم قدام فندقهم وقدام فندق اللعيبة ولكن إحنا الدوافع عندنا إن شاء الله أكبر أن إحنا نفوز إحنا اللعيبة عندنا مركزة أكتر هناك اللعيبة الجماهير كانت يوميا دخلها طلعة على القتيل مش بنفس التركيز اللي عندنا نتمنى أن المباراة تقفف بالشكل الأكوة ولكن من ناحية الفنية المباراة صعبة لأن إيرفي رينارد مدير الفني المنتخب المغربي راجل عنده خبرة وواخد آخر بسلطين مع كوتفوات مع الزنبيا فبالتالي كبر بواجه النهاردة مدرب عنيد ومدرب شرس يقدر أنه يتعامل مع المباراة زيما شفنا ألان جريس يتعامل مع المنتخب المالي في المباراة الأولى لما تعادل مع مصر أعتقد أن الفريتين بيلعبوا نواحي دفاعية بحتة فبالتالي ده هي مصر صعوبة فنية للمباراة النهاردة طيب أستاذ أحمد هل وضحت خطة مستر كوبر الآن بخصوص الفريق اللي هيخوض به مواجهة المغرب ولا حتى الآن مفيش أي أخبار عن التشكيل الخطة الموضوع هي أربعة دين ثلاثة واحد يعني أنا أقول لك عشر بعيبة من التشكيل عشر بعيبة أسيين هيبقى عصام الحضري وأحمد المحمدي وعلي زبر وأحمد حجازي وأحمد فتحي وطرق حامد وعبدالله السعيد ومحمد صلاح وتريزيه ومروان محسن يتبكى البديل الوحيد فقط لمحمد المني وهو ده اللي عامل حيرة شوية وإن كان الغرب أنه ممكن يدفع بعبد الشافي أو كريم حافظ ناحية الشمال ودخر أحمد فتحي منتصف الملعب ولكن مش عايزين نحن نقول تكاهنات لأن التشكيل هلأ سيطلع بعيد زيائي طيب أستاذ أحمد فرأيك هل يكون فيه أي مكافآت من اتحاد الكورة للعبين في حالة تخطي مواجهة المغرب شوفي هو فيه لايحة بيتم تضيعها للعيبة في كل مباراة ولكن اللايحة دي مش مهمة الأهم اللعيبة كمان نفسها مش مركزة في المكافآت كل اللعيبة بتركز إنها تكسب وتاخد البطولة ولكن كنت بكلم مع كابتن حزم الهواري عضو مجلسة للتحاد الكورة وأكد إن هو فيه مكافآت خاصة له من المدخل الصعب طيب أستاذ أحمد سؤال أخير في حال الفوز النهاردة هل سنأخذ مواجهة النصف النهائي في مدينة بورت جنتل أيضا لا في حالة الفوز هنواجه الكاميرون على الملعب الرئيسي في العاصمة الجابونية لبرافيل ودي الزهب لها طيران لأن بورجان تيديس جزيرة في بوست المية المدينة اللي احنا فيها دلوقتي فبالتالي بمجرد في حال كسبنا أستاذ أحمد دهنا في حال كسبنا هنواجه بوركينا فاسو مش الكاميرا أه 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 طيب شكرا لك أستاذ أحمد عبدالبوسط النقد الرياضي والمرافق لبعثة المنتخب في الجابون كنت معانا عبر الهاتف شكرا لك حرصة الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم على الاجتماع بمحمد عبدالشافي لاعب المنتخب الوطني وأكد اللاعب جاهزيته لمباراة المغرب بعد شفائه من الإصابة والتي لحقت به في مباراة أغندا الأخيرة وأبعدته عن مباراة غنة من جانبه أكد هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أن موقف محمد عبدالشافي الطبي وسلامته من الإصابة سيحدد طريقة لعب المنتخب المصري أمام نظيره المغربي في المواجهة المرتقبة بينهما اليوم مشيرا إلى أن اللاعب خضع لاختبار طبي أخير صباح اليوم للاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمباراة أصدرت رابطة المدربين بالمغرب بيانا ناريا استنكرت من خلاله تصريحات فادو أنزاكي المدرب السابق للمنتخب المغربي والتي قللت من شأن واختيارات هيرفي رينورد المدرب الحالي لأسود الأطلس وأكد البيان أن التصريحات الإعلامية الأخيرة للزاكي غير مبررة وليست مقبولة كما أنها جاءت في وقت حساس جدا قد يؤثر على توازن المنتخب ويقلل تركيزه في أمم أفريقيا والمقام حاليا بالجابون وأضف البيان أن رابطة المدربين تتبرأ جملة وتفصيلا من تصريحات الزاكي حملت الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد المدرب البولندي هنري كاسبرزاك مسؤولية خروج المنتخب التونسي من دور الثمانية ببطولة كاس أمم أفريقيا لكرة القدم والمقامة بالجابون أبس السبت وخسرت تونس 2-0 أمام بوركينا فاس ليستمر فشلها في تجاوز دور الثمانية للبطولة منذ تتويقها باللقب الوحيد على أرضها في 2004 وفي عنوانها قالت صحيفة الشروق اليومية هزمنا كاسبرزاك مشيرة إلى أن اختياراته أطاحت بأحلام منتخب تونس في فك عقدة دور الثمانية والتي تطارده منذ عام 2004 وقالت الصحيفة مسؤولية المدرب هنري كاسبرزاك كانت واضحة في الفشل لأنه أدخل عديد من التغييرات على التشكيلة والتي قدمت أداء ممتاز في اللقاءات السابقة حتى عند الخسارة أمام السنغال في جولة الافتداحية بالدور الأول أرسل نادي لافر بول الإنجليزي طائرة خاصة ليعود عليها السنغالي ساديو ماني بعد خسارة منتخب بلاده من الكاميرون في رفع نهائي أمم أفريقيا بالجابون للعام 2017 وذكرت صحيفة ديليمال البريطانية أن لافر بول يرغب في عودة ماني بأسرع وقت ليكون جاهزا لمباراة تشلسيوم الثلاثاء المقبل في الدور الإنجليزي وأوضحت الصحيفة أن الرجز عانى في غياب ماني بعد خساراته لثلاثة مباريات متتالية على ملعبه أنفلد وخروجه من بطولته كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد ويرغب نادي أرتنال الإنجليزية في التعاقد مع الفرنسي أنتوان جريزمان مهاجم أتلاتيكو مادريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتسعى العديد من الأندية للحصول على خدمات جريزمان بداية من صيف المقبل أبرزها منشستر يونيتد الإنجليزي ورسدت إدارة أرسنال مبلغ 75 مليون جنيه استرليني قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب مع أتلاتيكو لضم جريزمان بداية من صيف المقبل وفقا لما ورد عن صحيف الديلي ميل البريطانية تشهد غرف ملابس سرية المدريد الأسباني حالة من الغضب بسبب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق والذي يتمتع بحماية خاصة من فلورنتينو بيراز رئيس النازي ومواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وتثير مشاركة بنزيمة في المباريات غضب اللاعبي الريال في ظل أدائه المتواضع مع فريق العاصمة الأسبانية خلال المرحلة الماضية وفقا لما ورد عن شبكة الكونفيندسيال الإسبانية ويرفض بيراز التخلي عن خدمات بنزيمة على عكس رغبة العديد من أعضاء مجلس إدارة الملكي وصل ماسيميليانو ألاجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتس الإيطالي لمرحل متقدمة في المفاوضات مع نادي أرسنل الإنجليزي لخلافة أرزنفينجر في تدريب الفريق بداية من الصيف المقبل ألاجري بدأ بالنظر للخيارات الأخرى بعد أزماته مع لعبي اليوفي عقب خسارة كأس السوبر الإيطالي أمام مالن وفقا لما ورد عن صحيفة بيلي إكسو براس البريطانية ويملك أرسنل خيارا آخر تحسبا لفشل المفاوضات مع ألاجري وهو رولف المدير الفني للأبزج الألمانيخ لكن يبقى ألاجري خيارا أولا لخلافة أرزنفينجر يقترب ديمتري بايي لعب وسط واسهام الإنجليزي من الانضمام لصفوف مارسيليا الفرنسية بعد توصل إدارة النازيين لاتفاق لضم اللاعب بداية من يناير الجاري توصل النازيين لاتفاق بعد ثلاث عروض تقدم بها مارسيليا لضم اللاعب وفقا لما ورد عن شبكة سكاي سبورتز البريطانية وانضم بايي لصفوف وسط واسهام في صيف 2015 قادما من مارسيليا أعلن نادي ماينز الألماني ضم اللاعب بويان كركتش مهاجم ستوكسيري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم ومن المنتظر أن يرتدي اللاعب القميس رقم عشر مع فريقه الجديد وأبد بويان سعادته بالانضمام لصفوف ماينز قائلا سعيد بالانضمام لصفوف فريق عريق مثل ماينز وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وإلى متابعة أخبار النادي الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية ونقرأ في الأهرام الأحمر يطالب الشركة الراعية بتحديد موقف معسكر دبي والفريق يواجهه جولدي والدين ومن المصر اليوم إكرامي يتفوق على الحضري في تدريبات ضربات الجزاء من الشروق الأهلي يبحث تحديد موعد جديد لمعسكر الإمارات ومن الوفد الأهلي يدرس نقل مبارياته بالدور للدفاع الجوي من فيتو برنامج بدني خاص لتجهيز كوليبالي للسوبر المصري وفي الجول البدري يقرر خوض والذية ضد جولدي ويضم أربع لعبين شباب لمعسكر السوبر مصر العربية الأهلي يتحمل خمسين ألف دولار لإنهاء صفقة حمودي ومن يلا كورا الأهلي يستعين بطلب نادي فنلندي في شكواه ضد هندريك ومن كورا كريم ندفيد جاهز لموقعة السوبر الحصري يورو سبورت عربية تقول لعب جديد في الأهلي ووليد سليمان يعود للتدريبات وإلى استاذ استعراض عفوا تفاعل لعبين نادي الأهلي على السوشيال ميديا نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الموقع تواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للتدريبات تدريبات الفريق والتي جرت أمس على ملعب الدفاع الجوي وظهر على اللاعبين خلال تدريبات التفاؤل والتركيز قبل مباراة السوبر أمن الزمالك والمقررة في أبوظبي 10 فبراير المقبل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الموقع تواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لفعاليات اليوم الثالث والأخير للبطولة التنشيطية للسباحة والتي تنظمها النادي مؤخرا وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أطلق على البطولة اسم الروح السيد صادق الأب الروحي للسباحة بالنادي تصدر هاشتاك شجع مصر قائمة موقع تدمينات القصيرة تويتر قبل اللقاء المرتقب بين المنتخب المصري ونظيره المغربي في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية وشارك المدونون بفعالية خلال الهاشتاك لتشجيع المنتخب المصري حيث كتب رمضان حسين عبر الهاشتاك تذكروا هدف طاهر أبو زيد في مرمى المغرب سيتكرر بقدم عبدالله سعيد وستفرح مصر بإذن الله نشر المهندس خالد عبدالله سعيد وستفرح مصر العزيز صورة عبر حسابه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأحدى شاشات العرض بنادي أصحاب الجياد بالإسكندرية والتي تعرض مباريات المنتخب الوطني ببطولة كاس الأمم الأفريقية في إطار مبادرة من حقك أن تشاهد وعلق الوزير على الصورة قائلا شاشة مشاهدة مباراة مصر والمغرب اليوم بنادي أصحاب الجياد بالإسكندرية إن شاء الله هنكسب تحيات مصر اهتمت الصفحة الرسمية للنادي ريال مدريدة الأسبانية بالتعليق على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على مباراة مصر والمغرب والمقرر لها التساع مساء اليوم بالجابون وقالت الصفحة حظ سعيد لمشجعي الريال مدريدة في مصر والمغرب موسيقى موسيقى ففي ختاب نشراتنا الإخبارية مع فقر البلاي النهاردة زي النهاردة في 29 يناير من عام 1965 الأهل يتعادل مع الزمالك 22 في مباراة القمة رقم 28 والتي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة رقم 11 لبطولة الدوري موسم 1964 1965 وتقدم حمادة عفوا وتقدم حمادة إمام للزمالك في الدقيقة 12 وتعادل رفعة الفناجين للأهل في الدقيقة 38 ومع بداية الشوط الثاني تقدم محمود السايس للأهل وأدرك السوداني عمر النور في الدقيقة 52 موسيقى زي النهاردة أيضا في 29 يناير من عام 2015 الأهل يتعادل مع الزمالك 1-1 في القمة رقم 109 والتي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة رقم 18 لموسم 2014-2015 على ملعب الدفاع الجوي وتقدم أيمن حفني للزمالك في الدقيقة 32 وتعادل وليد سليمان للأهل في الدقيقة 34 إلى هنا تنتهي نشرة أخبار قناة النادي الأهلي إلى أن نلقاكم من جديد نتمنى كل الفوز والتوفيق لمنتخب مصر في مواجهة المغرب النهاردة شجع مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة